هذا القرآن هذا الدين تعاليم الأنبياء ما جاءت إلا لسعادة بني الإنسان وأنتم اليوم تسمعون ترون هل رأيتم الأجنة كيف تقتل هل رأيتم الأجنة كيف تباع في المطاعم وتأكل هل رأيتم سرقة الأعضاء هل رأيتم بيع الأطفال هل رأيتم الرقيق الأبيض هل سمعتم عن أنواع وأشكال بين المخدرات هل علمتم بعصابات القتل والابتزاز في مشرق الأرض ومغربه هل رأيتم آثار الخمور ومضارها هل بلغكم أنباء الربا وأذيته للعالم والأزمة الاقتصادية به كل هذا الشيء جاءت شرائع الله تعالى لأجل أن تسعد هذا الإنسان فتنفي هذه السرقات وتحرم هذه الموبقات وتبعد هذا الإنسان عن الزنا وتبعده عن الربا وتبعده عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتبعده عن شهادة الزور وتبعده عن قطيعة الرحم وتبعده عن الإساءة للآخرين كل تعاليم القرآن كل هذا الدليل الإرشادي والله يا إخوان من أجل أن يهدينا الصراط المستقيم والواحد من بني البشر عندما يبتعد عن تعاليم الله ما عم يدفع ثمن هذا الابتعاد في ذاته ويدفعه المجتمع وأسرته أنتم تسمعون أحيانا تأتينا أسئلة من زوجات تقول إن أزواجهن يتابعون المواقع الفاضحة وقد سببت هذه المتابعات قطيعة في الأسرة وهذه الزوجة تطلب طلاقا معناة النظر إلى الحرام الذي حرمه الشرع حرمه من أجلنا لأنه سيخرب البيوت تسمعون عن أناس من شدة متابعتهم لهذه المحرمات أصيبوا بأمراض نفسية معناة الشرع لما حرم هذا الشيء حرمه لأنه يؤذي صحتنا وعافيتنا وأسرنا ومجتمعنا والله هذا الإسلام يا أخوان هذا الدين لكي يسعدنا أفرادا وأسرا ومجتمعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر